تصادف اليوم ذكرى الحادية والاربعين ليوم الارض الخالد هذا اليوم الذي ارتقى فيه ستة من الفلسطينيين شهداء في الانتفاضة الشعبية لمدن الدخل الفلسطيني المحتل عام 48 وبدأت شرارته في مناطق سخنين وكفر كنب الجليل ضد قرار المصادر الذي اقرته حكومة تحتلال عام 1976 حيث نجحت الانتفاضة باجبار رئيس الوزراء الاحتلال انذاك اسحاق رابين بالتراجع عن قراره كان عمره رجى ابو ريا من سخنين 23 عاما وبقي عمره كما هو الى الان هو حال خديج شواهني التي استشهدت في الثالثة والعشرين من عمرها وخضر خلايله الذي ارتقى في الثلاثين من عمره وهم من سخنين بالاضافة لخير ياسين الذي اغتلته رصاصات الاحتلال في الثالثة والعشرين من العمر وهو من منطقة تعرابه الطفل محسن طه اوقفت رصاصات الجنود طفولته في كفر كنة عند الخامسة عشر اما ابن مخيم نور شمس رافت زهدي وهو الذي توقفت ايام عمره عند الحادية والعشرين على ثرى بلدة الطيب في العام الستة وسبعين القصة يوم الارض هذه الواقع التي تجلت عند صدور قرار الاحتلال بمصادرة واحد وعشرين الف الدنم من اراضي منطقتي سخنين وعرابة بتزامن مع فرض نظام منع التجول هناك هذا دفع الفلسطينيين الصامدين في الاراضي المحتلة عام ثمانية واربعين للقيام بانتفاضة شعبية والخروج الى الشوارع والطرقات متجاهلين قرار حضر التجول اشتعلت المواجهة في منطقة الجليل تحديدا في عرابة وسخنين وديرحن وكفر كنة ثم امتدت الى الطيب وام الفحم وطوان لتكون المحصلة ستة شهداء ومئات الجرحة فيما كانت النتيجة تراجع حكومة الاحتلال برئاسة اسحاق رابينانذاك عن قرار مصادرة الاراضي رغم مرور واحد واربعين عاما على هذه الذكرى لم يمل الفلسطينيون الصامدون في الاراضي المحتلة عام ثمانية واربعين الذين اصبح عددهما اليوم نحو مليون وثلاثمائة الف نسمة بعدما كانوا مئة وخمسين الف نسمة فقط ابن النكبة لم يمل من الاحتفال بهذا اليوم الذي يجمعون على انه ابرز ايامهم عن نضالية وانه انعطافة تاريخية في مسيرة بقائهم وانتمائهم وهويتهم الفلسطينية تأكيدا على تشبثهم بوطنهم وارضهم احياء ذكرى يوم الارض في معتقدات الفلسطينيين ليس مجرد سرد لاحداث تاريخية بل هو معركة جديدة في حرب متصلة لاستعادة الحقوق الفلسطينية التاريخية من فلسطين المحتلة حافظ ابو صبرة رؤيا